فيما تقولها حلوة قوي للكاتب الكبير أحمد خالد توفيق بتقول فيما معناه إنه لما أنت تكون شخص طيب وفاكر إن العالم مش هيجي عليك عامل بالضبط زي اللي وقف قدام أسد وقال أكيد مش هيكلني عشان أنا ينسى النباتي طبيعي إن الأسد المفترس لما هيجم على بني قدم عشان يكلوا مش هيفرق إذا كانوا بني قدم طيب ولا أزحد ولا وحش ولا لأنه ببساطة هو مخلوق مفترس هيكلوا غرستوا عنيفة شرسة ده اللي حصل في قصتك بكل أسف يا أستاذ أحمد بس الفرق إن اللي عمل فيه كده وبقى بالنسبة له مباح إنه هو يكلك أو يكل شائك وتعبك كان مراتك وولادك رغم أن الأسد عنيف جدا شرس جدا ما بيكلش أقرب الناس ليتخيلوا لكن فيه بشر بيعملوا كده عايدي ما عندهمش ضمير ضميرهم ميت في الحقيقة بقى يا أستاذ أحمد مشكلتي في قصتك إنه سمعت من طرف واحد مع كامل احترام وطبعا متعطفة معك بس مش قادرة أفهم إزاي كل يبيعك كده كل يتأمر عليك للدرجة دي الزوجة ولدين بنتين جز بنتك تم معقول كل الأطراف وحشين ما فيش حد فيهم طيب معقول أنت مظلوم تماما ما فيش حد كويس خالص طب كان نفسي يجيلي فرصة أني أسمع منهم هم كمان ونسألهم بتعملوا كده ليه؟ طب إيه الجبروت ده كله؟ طب هو عملوكوا إيه للدرجة دي يستهل كده إيه اللي ممكن يكون عملوا عشان تنتقموا منه الانتقم ده لدرجة أن انتوا حتى مستخسرين فيه يعني هو قرشين هيعيش بيهم على فكرة مش عايز حاجة ما اللي كوش عايز أفتح مشروع ما شفتوش منه أي حاجة حلوة خلال التلاتين سنة اللي عشتقون معاه طب الكلام ده مش للتشكيك فيك بس فعلا مش قادر أستوعب وبعترف أنك حتى لو عملت معاهم أي حاجة وحشة ما فيش حاجة تستاهل رد فعلا بباشع ده من أقرب الناس لك مش طبيعي بس كمان لفت نظري حاجة تانية مهمة جدا في قصتك أن حضرتك مدرس واللي بيشتغل في التدريس في مصر أو في أي مكان في العالم بينتمي لمكان تربية وتعليم يعني مهمته أنه هو ربي قبل ما يعلم طب تفتكر أنك أثرت مع أولادك في تربيتهم أن حضرتك كنت متغرب أو سفرت تفتكر فيه تفاصيل كان المفروض أن هي تدي حضرتك كده علامات تبين ليك أنك تفهم أو في حاجة غلط ممكن تكون حضرتك ما خدتش بالك منها تجهلتها لحد ما وصلنا لكده أنا مش عارفها بس أنا عمالة بأسأل أكيد أسألة حضرتك قادرة بيهمني لكن قصتك زي ما هي مهمة ليك فهي كمان مهمة لكل اللي بيشوفونا دلوقتي الفلوس وتأمين المستقبل أكيد مهمين لكل أسرة لكن ما فيش أهم من أن إحنا نكون فيه بيننا دفا وحب وتفاهم وود عيلة ولو الظروف حكمت علينا بالغربة نتغرب كلنا مع بعض يا ما قولنا بدل ما يجي علينا وقت نكتشف فيه أننا عملنا فلوس بس ضيعنا العيلة وزي ما دينا بيقول المال فتنة والولاد كمان ساعد بيكونوا فتنة ربنا يكفينا شر الفتن وبطل من أهل حضرتك لأننا عارفة أنهم لما بيشوفوا القصة أو هيسمعوها يعرفوا أنهم زي ما كان بيحصل معنا بترعود تبعاتولنا بعد ما تكون الحلقة خلصت مع أن إحنا لو كان عندنا أي أرقام يعني إحنا عارفنا وصلوكوا أو تطلعوا معنا على رأسنا ولو عايزين تطلعوا في أي وقت إحنا جاهزين لو في كلام تاني إحنا مش فاهمينه أو إحنا كان لازم نسمع من الطرفين بس هو قصة حقيقية بيحاول يحلل مشاكل الطرف اللي استنجت بينا أو اللي بعت لنا فالطبيعي إن إحنا نكون معاه ونحاول نحلله وطبعا إحنا تحت أمركم بشكركوا جدا وبتمنى من كل اللي سموا قصة النهاردة يقولولي شفتوا قصص زيها بس ممكن تكون ما طلعتش للعلن ممكن تكون سمعناها سمعنا جار سمعنا حد مش عارفة بيعمل إيه عايزين نسمع وبعتولنا على قصة حقيقية على كل مكان على واتساب فيسبوك انستغرام كله 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 لقصة حقيقية أستنىكم في حلقة جديدة وقصة جديدة بأبطال حقيقيين بس يكون قصتهم قصة حقيقية باي باي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة